اكدت معالي الشيخ ميبنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والاثار ان مهرجان صيف البحرين يعود من جديد في نسخته الثالثة عشرة والذي سيقام عن بعد طيلة شهر يوليو المقبل بسبب جائحة كورونا جاء ذلك خلال ترأسها للمؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة البحرين للثقافة والاثار والذي تم بثه مباشرة على قناة هيئة الثقافة على موقع يوتيوب للاعلان عن فعاليات مهرجان صيف البحرين وبهذه المناسبة بيّنت معاليها ان تنظيم مهرجان صيف البحرين للمرة الثانية على التوالي عبر الانترنت يتزامن مع اكتمال مسار اللؤلؤ هذا العام ليكون هو الرابط لمهرجان الصيف الذي سيقدم في حلته العديد من الانشطة المتنوعة والتي تشمل عروضا مسرحية وموسيقية وفنية من حول العالم للتعرف على ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى إضافة إلى ورش عمل في مجالات إبداعية متعددة تناسب مختلف الأعمار والأذواق منوهة إلى أنه يمكن للجمهور متابعة نشاط المهرجان من خلال قنوات مواقع التواصل الاجتماعي كما ويمكن الحصول على برنامج صيف البحرين وكافة تفاصيل الأنشطة ومواعيد عرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة في دورة الثالث عشر صيف البحرين يعود للجمهورة يعود للأطفال يعود للكبار يعود بكل فرح ينتصر للفرح ويكرر حضوره على مدى سنوات ليكون مصدرا بهجة اعتدنا أن نلتقي بأطفالنا في ورشهم وفي مواقعهم هذا العام أيضا عن بعد كل الورش وكل الفعاليات ولكنها حافلة بكل جديد أتمنى أن يكون لقائنا الآخر القادم في موقع من مواقع البحرين حيث نحتفل على عادتنا في خيمة نخول بحضور الأطفال بفرحتهم بتجاوبهم شكر خاص لكل العاملين على إنجاح هذا المهرجان الداعمين السفارات العربية السفارات الأجنبية التي داومت على المشاركة في هذا المهرجان ليكون عنوانا الفرح ومصدرا للبهجة لأطفالنا ولكل من يقصد البحرين نؤكد أن الثقافة هي فعل مقاومة وأن الاستدامة هي شعارنا على الدوام والسياحة الثقافية هي مصدر نعتز به ونكرسه عنوانا لكل أنشطة الثقافة ترجمة نانسي قنقر